اشتركوا في القناة عندما تحدث عن العلاقة الزوجية في القرآن لم يذكر لفظ الحب وإنما ذكر فقط المودة والرحمة لقوله تعالى وجعل بينكم مودة ورحمة فالبعض لا يشجع الحب في العلاقة الزوجية وإنما الأهم وجود مودة ورحمة وأن الحب لم يذكر في القرآن هذا كلام بعض الناس ولكن الذي ينسونه وهو أن فعلا لم يصف الله سبحانه وتعالى العلاقة الزوجية بلفظ الحب هذا فقيقي ولكن هذا لا يعني إلغاء الحب الزوجي فالحب خلق مطلوب ومرغوب فيه من الجميع حتى تستمر العلاقة ويزداد العطاء وقد ذكر الله تعالى في مواضع كثيرة الحب في القرآن الكريم ده ما تحدث الله سبحانه وتعالى عن قصة التقاط آل فرعون الموسى وهو طفل رضيع أيضا ذكر لفظ الحب بقوله تعالى وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّيْ وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِيْ هذا ليس فقط وإنما جعل الله تعالى من أبرز صفات من يختارهم لنصرة دينه هو الحب قال الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ إذا إذن لا نحب أن نقول أن الحب لم يذكر في القرآن النقطة الثانية للرد برضو على بعض الناس أن الحب ذكر أيضا في السنة النبوية المطهرة وفي بعض الأحاديث إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل إن الله تعالى يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل فينادي أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له بالكبول بالأرض إذن الحب موجود بين الله وملائكته وعباده فلماذا بقى إذن القرآن لم يذكر أو لم يصف العلاقة الزوجية بالحب وإنما بالمودة والرحمة طبعا قبل الإجابة سنتحدثه كما ذكرنا في القرآن أيضا نستشهد بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن علاقته بالسيدة خديجة رضي الله عنها قال إني رزقت حبها يبقى إذن يا جماعة لما القرآن الكريم وصف العلاقة الزوجية بالمودة والرحمة فلا يعني هذا إلغاء الحب وإنما أكد عليه لأن ما هو الحب هو عبارة عن ميلان القلب والتعلق بالآخر ومن صفات المحبة خدمة الحبيب طعته التشور معاه التضحية من أجله إثاره كل هذه معاني تشملها المودة والرحمة يبقى إذن المودة والرحمة أشمل وأعم من الحب فقط وإنما الحب هي صفة من صفات الحبيب ومن معاني المودة والرحمة وفي العرب كلمة مودة مصدرها من كلمة وددى وهي معناها الحب طبعا أحب أن أقول أن كلمة الحب وردت في 76 آية في كتاب الله تعالى مع اختلاف معنى الحب في السياق القصصي نذكر بعض الآيات قال الله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المكام ومطرط من الذهب والفضة والخيل والخيل المسومة والأنعام والحرق ذلك متاع الدنيا والله عنده حسن المآد وأيضا في سورة يوسف وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراوه عن النفس شغفها إنا لنراها في ضلال مرد وقول الله تعالى بلى من أوفى بعهته واتقى فإن الله يحب المتقين وقول الله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين